اخي الكريم المشكلة بين الطرفين مجلس الدولة ومجلس النواب كانت محصورة في نقطتين نعم تضمن يعني يجب ان لا ننسى ان هناك مؤسسة شرعية في ليبيا منتخبة من قبل الشعب الليبي نعم وهي الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الهيئة التأسيسية نعم وانجزت عملها بشكل كامل بقى بين الطرفين خلاف على المشروع الدستوري في نقطتين نقطة ترشح العسكريين ونقطة مزدوجي الجنسية لكي يتسم عمل مجلس النواب بالشرعية ومجلس الدولة بالشرعية نعم كان عليهم الاحتكام الى الشعب في هاتين نقطتين ولكن ان يغتصب مجلس النواب اختصاصات هيئة منتخبة من الشعب لازالت تملك المشروعية بخلاف مجلس النواب فهذا عمل غير مشروع دستوريا هذا فيما يتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهيئة انجزت عملها كاملا الا وكان الخلاف على نقطتين وكان يمكن حل الخلاف على النقطتين بالذهاب الى الشعب بالاختراع على مشروع مجلس النواب او مجلس الدولة نعم ويمكننا ان ننتهي من هذه الازمة خلال ستين يوم نعم لكنك دكتور يعني اسلفت في احد ولكن الاطراف التي تحكم نعم نعم اكمل اكمل فكرة فيهم في الطرفين حالت دون ذلك حالت دون ذلك هم لا يملكون قرارهم هم لا يملكون قرارهم اشتركوا في القناة